بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف إن يكون موجود مع حضراتكم كل يوم سبت يحكى أنا وسائل التواصل الخاصة بيه متاحة لحضراتكم وممكن تتواصلوا معنا على طول وممكن كمان ترجعوا لمحتوى حلقاتنا السابقة في أي وقت موضوعنا في حلقة النهاردة والحقيقة موضوع واحد يعني لأنه موضوع مهم جدا موضوعنا في حلقة النهاردة عن حالة بتصيب الكثير جدا جدا من الأطفال والحقيقة إنها بتصيب كتير جدا جدا برضو من الكبار الحالة دي هي الإمساك عايزين نعرف في حلقة النهاردة إيه هو الإمساك إيه أسبابه إيه طرق علاجه بحسب طبعا عمر الطفل وأخيرا إيه هي أهم الأخطاء الشائعة في التعامل مع الإمساك البداية بتكون دايما بالتعريف زي ما حضراتكم تعودته خلاص معنا الإمساك هو صعوبة في إخراج البراز بعملية طبيعية بشكل خلوا لكم بقى يختلف عن نمط أو شكل الإخراج عند الطفل يعني إيه؟ يعني كل طفل بيكون عنده شكل أو معدل للإخراج اللي هو التبرز زي مثلا إنه الطفل يكون بيعمل مرة واحدة في اليوم أو مرة كل يومين أو أكتر من مرة في اليوم وهكذا لما شكل الإخراج ده الخاص بالطفل ده يتغير لمعدل أقل نقول إن الطفل ده عنده إمساك خلاص كده واضحة؟ طيب هل في علامات تانية تدل على حدوث الإمساك أو حتى احتماليات حدوثه عند الأطفال غير تغير شكل الإخراج؟ الإجابة أيها مثلا لما الطفل المولود يعمل براز أقل من مرة واحدة في اليوم معنى كده إيه؟ معنى كده إنه لازم الطفل اللي لسه مولود يعمل مرة على الأقل يعني وإحنا بنغير له الحفاظات نلاقيه عمل براز طيب برضو من العلامات التانية لما الطفل الأكبر بقى شوية يعمل براز مثلا كل 3 أو 4 أيام ويكون البراز ده ناشف جاف يعني من العلامات برضو وده بقى في أي عمر للطفل إنه لما يكون براز الطفل كبير في الحجم وناشف يعني جاف ومع التبرز يكون فيه ألم إيه تاني من العلامات؟ لما يكون عند الطفل ألم في البطن والألم ده بيهدى جدا أو يختفي حتى بعد تبرز كميات كبيرة برضو من العلامات إننا نلاقي دم مختلط بالبراز يبقى زي ما سمعته كده دي علامات تدل على إن الطفل ده بيعاني من الإمساك ولكن طبق العلامة الأهم هي اللي قلناها في الأول خالص وهي إيه تغير معدل وطبيعة التبرز عند الطفل مقارنة بحالته قبل حدوث هذا التغيير الإمساك تفسيره من الناحية الطبية يعني التفسير بقى إيه الإمساك ده إنه بيحصل انقباض في العضلات الموجودة في آخر جزء من الأمعاء الغليزة وهي منطقة الشرج الانقباض ده بيمنع البراز من المرور بصورة عادية وكل ما الوقت بيعدي والبراز ده في مكانه البراز ده بينشف ويجف فبتزيد صعوبة مروره من غير إزعاج وعلشان التبرز في الحالة دي بيكون مؤلم فالطفل وبالتحديد مخ الطفل بيبعث رسالة للعضلات خلوا بالكم هنا التبرز بيكون مؤلم فالمخ يبعث رسالة للعضلات إنها تفضل منقابضة يعني إيه ما تعمليش ما تفكيش ما تخليش طفل ده يعمل فتكون النتيجة زيادة المشكلة يعني زيادة الإمساك على فكرة مشكلة الإمساك ممكن تؤدي لا قدر الله لا قدر الله لمضاعفات وحشة فعلا يعني غير موضوع الألم عند التبرز يعني بعد الشرة هنا بقول ممكن يحصل ما يعرف بيه الشرخ الشرجي وأكيد في حضراتكم ممكن تكونوا يعني يعني ربنا يعافي الجميع ممكن تكونوا مريته على هذا المصطلح أو سمعته عنه برضو ممكن يحصل البواسير وده عند الأطفال والكبار والشرخ الشرجي ده عند الأطفال والكبار تمام طيب إيه هي بقى أسباب الإمساك يعني إيه الأسباب اللي تخلي الحالة دي تحصل عشان نعرف نتصرف اللي نعرف نمنعه واللي نعرف نتعامل معه وهكذا إذا في حاجة يعني أنا بقول إيه أنا بقول ليه ليه لازم نعرف الأسباب أصفي ناس ممكن تقولك وإحنا خلاص حصل الإمساك لا أنا بقول لي إن لو في حاجة ممكن نتجنبها السبب الأول هو التماسك الشديد في قوام البراز يعني من الأول كده البراز ده فيه فيه تماسك شديد في القواب داخل البط وده ممكن يحصل في أحوال كتيرة قوي زي إيه يعني حاجات كتيرة تخلي فيه تماسك في البراز زي إيه زي استخدام الألبان نصف دسم أو الخالية من الدسم خلاص وإحنا كنا تكلمنا قبل كده عن إن ده تصرف خاطئ فاكرين في حلقات التغذية نظرا لوجود فيتامينات قلنا فيه فيتامينات مهمة قوي زي فيتامين A وD وE وK وقلنا في حلقات التغذية إن الفيتامينات دي بتزوب في الدهون مش بتزوب في الماء يعني بتحتاج الدهون علشان تزوب وبالتالي استفيد الجسم منها النهاردة بقى بنزود معلومة جديدة وبنقول إيه إن منتجات الألبان الخالية من الدسم أو قليلة الدهون بيكون فيها نسبة البروتينات أعلى أعلى من الألبان العادية قياسا بباقي المكونات يعني تلاقوا اللبن الخالي الدسم أو نص دسم البروتينات بتاعته أعلى وده بيؤدي لتماسك البراز فخلوا بالكم الحكاية دي غلط إن إحنا نعملها مع الأطفال من الأسباب المهمة قوي برضو اللي تخلي فيه تماسك شديد في البراز نقص كمية الميا أو السوائل اللي بيشربها الطفل عشان كده لازم نبتدي تقديم الميا بدري للطفل بين الرضعات وزي ما قلنا برضو في حلقة سابقة إننا المفروض نبدأ الحكاية دي من الشهر التالت بمعدل حوالي من 10 ل 30 ميلي على مدار اليوم وبتزيد الكمية دي من الشهر السادس وبتوصل لحوالي 50 ميلي لتر لغاية الشهر التاسع شهر التاسع بتزيد وتوصل يعني من الشهر التاسع لغاية نهاية السنة الأولى الكمية بتوصل لـ 80 ميلي لتر يعني لازم الطفل اللي عنده سنة يكون بيشرب فيه حدود 80 ميلي لتر أو أقل بشوي وتفضل كمية الميا دي تزيد لغاية مثلا ما توصل 250 ميلي لتر على مدار اليوم عند انتهاء السنة التانية ومن السنة التالتة بتوصل الكمية لـ 500 ميلي لتر يعني نص لتر وفي عمر خمس سنين بيكون الطفل بيشرب حوالي لتر كامل على مدار اليوم لتر كامل من الميا طبعا السوائل التانية اللي بيشربها الطفل بتدخل ضمن الكمية المطلوبة لكن هرجع وأكد تاني ان الميا هي أفضل مشروب للأطفال والكبر يبقى عرفنا ان التماسك الشديد في قوام البراز واللي هو أول سبب من أسباب الإمساك بيحصل في حالة نقص محتوى الدهون في غزاء الطفل مش معنى كده ان احنا ندي الأطفال دهون انا بتكلم تحديدا في الحليب ومنتجاته وبيحصل برضو في حال نقص كمية الميا أو السوائل اللي بيشربها الطفل طيب ايه تاني يؤدي للتماسك الشديد في البراز وبالتالي يحصل الإمساك الحالة التالتة اننا لما نخفف الرضعات حد يقولي يعني اين نخفف الرضعات اقول لكم بمعنى اننا نحط كمية من لبن الرضاعة أقل من المطلوبة على نفس كمية الميا طبعا انا هنا بتكلم عن الرضاعة الصناعية هضرب مثلا يعني مثلا لو الطفل بياخد رضعة 180 ملي كل 4 أو 5 ساعات نمسك الببرونا كده المفروض ان احنا بنحط الميا الخاصة بالرضاعة 180 عند العلامة رقم 6 ما هو كل علامة بتبقى 30 يبقى 36 في 30 180 خلاص كده يبقى حطينا الميا اللي هي بترمز لرقم 180 المفروض نحط تقدق ايه بقى من اللبن بالمكيال اللي بيكون موجود في العلبة نحط 6 6 مكاييل من اللبن على كمية الميا دي اذا حطينا كمية اقل من اللبن ده هيكون سبب في حدوث التماسك في البراز وبالتالي حدوث الامساك على فكرة في بعض انواع الالبان الصناعية ممكن تسبب الامساك للطفل وده بيكون يعني سبب كافي جدا لتغيير النوع ده بنوع تاني هي كده من الباب للطاق بتعمل امساك مع الطفل وممكن طفل تاني ما تعملوش امساك تمام بقى عشان كده فيه انواع كتيرة من الالبان الصناعية عشان لو نوع عمل امساك ما نستخدمش برضو فيه انواع البان صناعية خلوا بالكوا بتكون مدعمة بالحديد واذا الحديد بيعمل امساك واذا ما حصلش توازن في غزاء الطفل برضو ممكن يؤديه للامساك عدم التوازن بقى في غزاء الطفل ده هو السبب القادم في حدوث التماسك الشديد في براز الطفل يعني من ضمن الاسباب اللي تخلي فيه تماسك في البراز عدم التوازن في غزاء الطفل والمقصود بعدم التوازن الغزائي هو افتقار طعام الطفل للالياف الطبيعية يعني طعام الطفل ما يكونش فيه الياف طبيعية اللي الخضروات والفواكه اهم مصادرها عشان كده الامات الليقولوا انا ابني ما بيقولش خضار بيقولش فكة ده غلط جدا تمام؟ الخضار والفكة اهم مصادر الالياف انا هنا طبعا بتكلم عن الطفل او الاطفال اللي مرحلتهم العمرية تسمح بالغزاء الخارجي يعني بجانب الرضاعة وطبعا في الاعمار اللي بعد كده بعد انتهاء عملية الرضاعة طيب سبب تاني لحدوث تماسك كبير في البراز خلوا بالكوا احنا كل ده في اول سبب من الامساك اللي هو التماسك البراز سبب تاني ايه؟ يعني يتسبب في انه يحصل تماسك في البراز وبالتالي حدوث الامساك عدم كفاية لبن الرضاعة يعني لو الام اللي بتردع ومصرة انها تردع مع ان ما فيش كفاية يعني اللبن بتاعها مش مكافي الطفل واخر الاسباب هو ان الطفل يكون بياخد حديد بكميات كبيرة وبدون اشراف طبي فيحصل الامساك في ناس كده متعودة يعني امهات يقولك ايه؟ اصل حديد وكالسي وحديد لا ماقول حديد من غير سبب ومن غير اشراف طبي ممكن يعمل مشاكل وكالسي ومكزال يبقى نرجع نفتكر مع بعض بسرعة اول سبب لحدوث الامساك هو ايه؟ هو التماسك الشديد في قوام البراز واستعرضنا مع حضراتكم اسباب حدوث هذا التماسك وهي هنقولها مرة تانية استعمال الحليب ومنتجاته من الانواع خالية الدهون او قليلة الدهون نقص كمية المية او السوائل اللي بيشربها الطفل تخفيف الرضعات وشرحنا يعني ايه تخفيف الرضعات بعض انواع الالبان الصناعية زيادة محتوى الحديد في جسم الطفل سواء في صورة فيتامين او ان اللبن الصناعي يكون مدعم بالحديد او ان يكون لبن الرضاعة غير كافي واخيرا افتقار المحتوى الغذائي للطفل ده للالياف الطبيعية واللي مصدرها الاساسي زي ما قلنا لحضراتكم الخضروات والفواكه خلاص كده فهمنا كل ده اللي احنا بنتكلم فيه ده اول سبب من اسباب الامساك اول سبب يؤدي لحدوث الامساك وهو انه يحصل تماسك شديد في قوام البراز خلاص خلوا بالكوا الاسباب اللي انا قلتها دي يعني تبان ان هي اه حاجات عادية دي حاجات بسيطة ده كل العيال كده لا مع تراكم الاسباب دي او يعني مرور الوقت الاسباب دي بتؤدي فعلا لحدوث الامساك خلاص عشان كده خلوا بالكوا قوي ان احنا ممكن نتجنب كل هذه الاسباب يعني لو نوع لبن صناعي بيعمل امساك نرجع للطبيب هيغيره هيكتب نوع تاني نعمل الرضع صح اقول لكم بعد شوية كمان يعني رسالة كده عايزة اوجهها للسادة الصيد تمام كده الفواكه والخضار لازم الطفل يأكل فواكه وخضار لازم يعني طول ما هو قاعد كده يأكل فواكه وخضار يشرب مية مش يشرب عصير او يشرب حاجة سقعة او بتاع مية المية دي افضل حاجة للطفل في المرحلة الاولى انه هو يتجنب الامساك تمام خلوا بالكوا ان الامساك زي ما قلت حالة مرضية لقدر الله ممكن انها تعمل مشاكل كتير قوي زي ما قلت الشرخ الشرجي او البواسير ودي حالات مرضية ربنا يعافي الجميع طبعا ويعافي الاطفال ويعافي الكبار حالات مرضية كل اللي مروا بحالات مرضية شبه الحالة دي بيقولوا ان هي يعني او يعني هتلاقوهم يقولوا ايه ده يعني ربنا ما يوري حد لان بيبقى فيه صعوبة كبيرة جدا في الاخراج و ألم شديد و حتى المستحضرات الطبية اللي بتستخدم في العلاج بتكون يعني طريقة وضعها برضو مش سهلة وهكذا فكل ده ايه نقدر نتجنبه أنا هنا على فكرة بتكلم احنا طبعا بنوجه كلامنا خاص بالاطفال لكن كمان انا بوجه كلامي للكبار خلاص لازم نغير كده عادتنا والحاجات الاخطاء اللي احنا بنعملها نخلي بالنا منها هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم شرح ايه باقي أسباب الامساك وأكيد هنقول العلاج الملائم لكل مرحلة عمرية يحكى أنه مازال متواصل خليكم معنا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في يحكى أن بفكر حضراتكم أن وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج متاحة طول الوقت أنكم ترجعوا لمحتوى حلقاتنا السابقة أو حتى الحلقة دي وكمان ممكن تبعتوا لنا أي أسئلة خاصة بأي حاجات سابقة وبمناسبة الأسئلة احنا بنخصص دايما الحلقة الأخيرة من كل شهر بتكون هي حلقة الأسئلة وممكن تبعتوا لنا الأسئلة في صورة أسئلة مكتوبة على صفحة طبعا يحكى أن على فيسبوك أو تبعتوا لنا في مقطع فيديو أو في رسالة صوتية اتكلمنا قبل الفاصل عن تعريف الامساك وتفسيره واستعرضنا مع حضراتكم أول سبب من أسباب حدوث هذا الامساك أو الامساك يعني بشكل عام وقلنا وهو التماسك الشديد في قوام البراز واستعرضنا إيه هي الأسباب اللي تخلي التماسك الشديد ده يحصل هنكمل معاكم دلوقتي باقي أسباب الامساك السبب التاني هو وجود حالة كسل أو ارتخاء في عضلات الأمعاء والبطن واللي بتكون مسؤولة إنها تدفع البراز إلى أسفل المستقيم وخارج الشرج على فكرة الحكاية دي بتحصل في بعض الحالات المرضية يعني في حالات كتيرة بس بعض الحالات المرضية بتكون من أعراضها الحكاية دي زي نقص إفراز الغدى الدرقية مرض نقص إفراز الغدى الدرقية وكمان مرض لين العظام السبب التالت اللي يؤدي إلى الامساك هو وجود انسداد معوي لقدر الله طبعا على أي سبب من الأسباب ده حالة خطيرة على فكرة أما السبب الرابع لحدوث الامساك هو ضيق فتحة الشرج أو دمرها السبب الخامس وجود ما يعرف بالشرخ الشرجي وده زي ما شرحنا في الأول ده بيكون مضاعفات وهو اللي بيعمل بقى الامساك بعد كده الشرخ الشرجي ده بيكون في جدار الشرج وممكن يكون سببه زي ما قلنا امساك شديد سابق أو أسباب تانية يعني الشرخ ده يحصل مش بس بالامساك بيحصل في حالات الكحة المزمنة أو بيحصل في حاجة اسمها متلازمة الإخراج المضطرب ريتابول باول سندروم الناس اللي هم يقول لك أنا شوية امساك وشوية سهل شوية امساك وشوية سهل بعد شوية بيبقى طبيعة جسمهم تميل نحو الامساك تمام كده الشرخ الشرجي ده بكرر إنه حاجة مزعجة جدا جدا الأسباب اللي أنا قلتها دلوقتي سواء السبب التاني أو التالت أو الرابع أو الخامس مش بنعرفهم غير بالفحص الطبي الدقيق لمنطقة لمنطقة الشرج عند الطفل عشان كده في حال حدوث الامساك يا جماعة لازم نتوجه للطبيب لمعرفة السبب وتأخير التشخيص ممكن لا قدر الله لا قدر الله يفاقم الحالة المرضية ويخلي علاجها أصعب طبعا حضراتكم لاحظتم إن السبب الأول اللي احنا اتكلمنا عنه في الفاصل الأولاني وهو حدوث التماسك الشديد في قوام البراز أسبابه زي ما قلت كلها ممكن نتجنبها لكن السبب التاني والتالت والرابع والخامس من أسباب الامساك يعني بتكون حالات مرضية وأغلبها العلاج بيكون عن طريق التدخل الجراحي طيب هل دي كل أسباب الامساك الحقيقة لا لسه فيه أسباب تاني فيه سبب سادس وبرضو يعني هو الحقيقة سبب شائع جدا وبيكون السبب فيه بعض الأمهات هتعرفوا بقى أصدي دلوقتي السبب ده هو الضغط على الطفل لإبداء أو تعلم مهارة التحكم الإراضي في التباول والتبرز في عمر مبكر وتحديدا قبل عمر السنتين احنا اتفقنا قبل كده أن تعليم مهارة التحكم في التباول والتبرز هي عملية ومهارة تدريبية معقدة جدا وبتاخد وقت ما يقارب الست شهور إلى السنة في التدريب بس ولازم ده يحصل أو بمعنى أدق إن احنا نبدأ عملية التدريب وتعليم الطفل المهارة المهمة دي بعد ما يكون الطفل كمل سنتين وقلنا في حلقات سابقة إيه الأسباب تمام كده طيب إيه بقى الغلطة اللي بتحصل الغلطة هي إن الأم تفتكر نفسها شطرة وتقرر تقول أنا هبدأ أعلم الطفل في عمر بدري عن السن ده عن سن سنتين تمام طبعا التدريب هنا بيكون جوهره الرئيسي إيه يعني لما الأم بقى تعمل كده بتطلب إيه من الطفل إنه يمسك نفسه يمسك نفسه يعني جاية يهمل إمساك يعني هي وكأنها بتقوله اعمل إمساك تمام وإنه ما يعملش على روحه وهكذا أو يقول لها ويشاور لها وهكذا طيب إحنا قلنا إنه ليه لما ليه عمر السنتين أولا لإن ده الحد الأدنى في عمر الأطفال الخاصة باستيعاب تعليمات هذه المهارة ثانيا ضمان نمو العضلات القبضة اللي بتكون مسؤولة عن التحكم تمام لما الموضوع ده بيحصل لما الأم بقى تعلم الطفل بدري وتقول له مسك نفسك أو شاور لي أو بتاق أو ما تعملش على روحك والكلام ده كله لما ده كله يحصل قبل عمر السنتين خلاص في كتير جدا جدا من الأحوال ده بينعكس على الطفل إنه بيسبب الإمساك بيسبب الإمساك عند الطفل ده وللعلم بعض الأطفال ممكن يبان عليهم إن أم خلاص بقوا يتحكموا فتيجي الأم تفرح هتقول شفتوا بقى أنا علمت ابني وعنده سنة ونص وعنده سنة وثلاث طوش خلاص لكن الحقيقة ده مش تحكم ده بيكون اسمه التحكم الكاذب وبيرجع أغلب الأطفال دول لحالة عدم التحكم عند التعرض لبعض الظروف زي مثلا الإصابة بنزلت برد يعني لما الطفل بي عنده برد أو لما الطفل ده يخاف الخوف الشديد من حاجة أو لو خاف من حد والحقيقة بقى إن تعليم الأطفال دول اللي أنا بتكلم عنهم دول المهارة دي بعد كده من الأول بيكون أصعب بكتير وبياخد فترة أطول عشان كده من فضلكم بلاش الحكاية دي وابدأوا تدريب أطفالكم على مهارة التحكم الإراضي في التباول والتبرز بعد نهاية العام الثاني أو بعد كده كمان في بعض البلاد الأوروبية يعني بلاد شمال أوروبا وفي البلاد المتحدة الأمريكية وفي كندا بيبدأوا تعليم الأطفال المهارة دي بعد نهاية العام الثالث التدريب بتكون أقل كمان ده السبب السادس لحدوث الإمساك أما السبب السابع والأخير لحدوث الإمساك عند الأطفال هو أن لما الطفل بقى يمسك نفسه فعلا لفترات طويلة وده بيحصل عادة بعد سنة أربع سنين وبتكون أسبابه مختلفة زي إيه؟ زي مثلا عدم الرغبة في استخدام التوالت أو حمام يعني خارج المنزل يعني تلاقي الطفل ما يحبش أنه يدخل حمام برا البيت والحكاة دي بتحصل مثلا ممكن في المدارس ممكن تحصل في النوادي قالوكم كمان بتحصل فين؟ بتحصل في أماكن الدروس اللي هي الدروس الخصية ربنا يعافينا ويعافي الجميع منها تمام كده؟ بتحصل كمان حالة أن الطفل يمسك نفسه لما يكون مستغرق في حاجة معينة وأشهر مثال على كده الاستغرق في الألعاب الإلكترونية يعني يبقى قاعد يلعب وخايف الجيم يروح عليه ولا يخلص ولا مش عارف إيه فيقعد ويفضل ماسك نفسه فترة طويلة طيب إيه اللي بيحصل لما الطفل يقعد ماسك نفسه فترة طويلة؟ إيه اللي بيحصل أن البراز بيتراكم بكميات كبيرة داخل المستقيم يعني الطفل بيقالأول عايز يعمل يفضل ماسك نفسه يفضل ماسك نفسه الطفل هو كبير عافك تمام؟ يحصل تراكم بقى للبراز بكميات كبيرة داخل المستقيم إيه اللي بيحصل؟ بيحصل تمدد في المستقيم وتحديدا الجزء الأخير من القولون فيصبح الطفل بعد كده ما عندوش رغبة في التبرز وبيلزمه على فكرة في الحالة اللي زي دي علاج طبي على فكرة في بعض الحالات دي اللي هي اللي الطفل يمسك نفسه فيها فترات طويلة بيحصل عند بعض الأطفال تصرب لجزء من البراز السائل اللي بيكون محيط بالبراز الجامد داخل المستقيم بيحصل يعني هو لاز بقى البراز بيبقى عد فترة طويلة هو بيبقى جامد أو جاف لكن حواليه بيبقى نسبة كده من السيولة ده ممكن يتصرب بره وممكن يلوس ملابس الطفل الداخلية فيبان إنه الطفل ده زي ما يكون عنده عدم تحكم أنا بقول لكم الحكاية دي بتحصل في السن الأكبر للأطفال من أربع سنين وحن طالعين يعني يكون اتعلمه بتاعه فنقول الله هالطفل كده عنده عدم تحكم وفي الحقيقة إنه هو يكون ماسك نفسه والموضوع حصل عنده تمدد المستقيم والحاجات دي كلها والحقيقة برضو إن المشكلة دي بتكون يعني زي ما هي يعني بتفضل المشكلة دي والإمساك زي ما هو واللي خرج ده بيكون مش أكتر من تصرب زي ما قلت وأكيد في الحالة دي برضو بيلزم التدخل والعلاج الطبي وبعد التدخل ده أكيد لازم نعود الطفل على التبرز الطبيعي طيب كده اتكلمنا عن الأسباب السبعة اللي بتؤدي لحدوث الإمساك عند الأطفال هنتكلم بقى دلوقتي عن طرق الوقاية والعلاج في الأيام الأولى من عمر الأطفال يعني الأيام الأولى من العمر خالص المفروض إن احنا قلنا بيحدث البراز لأول مرة في اليوم الأول أو الثاني إذا تأخر لليوم الثالث لازم نرجع للطبيب ليه؟ لأن الطبيب هيفحص فتحة الشرج عند الطفل هيتأكد إن فتحة الشرج موجودة ما فيهاش دمور وهكذا والطبيب برضو هيعمل الإجراء الطبي المناسب للطفل في الحالة دي اللي هتخليه يخرج محتوى البراز اللي عنده بس أنا في النقطة دي بالذات عايز أطمن حضراتكم إن أغلب الأطفال بتبدأ التبرز فعلا من اليوم الأول أو بداية اليوم الثاني من بعد الولادة على طول تمام؟ طيب في الشهور الأولى نعمل إيه؟ يعني أول 6 شهور مثلا لابد من التأكد إن لبن الرضاعة الطبيعية كافي بنعرف إزاي إن لبن الرضاعة الطبيعية كافي يعني لما تيجي تردع يبدأ تعرفي إزاي إن الرضاعة بتاعتك دي كافية أولا هنعرف من إحساسك أنت أن الطفل بيرضع فعلا ودي حاجة كل الأمهات اللي رضعوا هيفهموا فيها قصدي تاني حاجة إن معدلات زيادة في وزنه بتحصل يعني بتحصل كل شهر زي ما هو متوقع يعني مثلا الطفل بيزيد مثاليا 200 جرام أسبوعيا في أول 3 شهور من عمره نعرف إزاي برضو إن الطفل ده مكتفي بالرضاعة أو الرضاعة مكفيها لما ينام فترات ما بين الرضاعة حتى لو الفترات دي قصيرة إيه تاني دليل؟ لما الطفل اللي هو كان بيعيط عشان يرضع ولما يرضع يبطل عياض بعد الرضاعة فيبقى هو خد كده كفايته على فكرة بتبقى الرضاعة بسيطة في الأول لأنه هو لسه بيتمرن طبعا في حالات الرضاعة الصناعية لازم بقى تنفيذ خطوات التحضير زي ما بتكون مكتوبة على علبة اللبن وأنا قلت في بداية الحلقة أن أنا هقول كلمة للسادة الزملاء والأصدقاء من السادة الصيادلة أنه خاصة في المناطق الريفية أرجوكم لما تلاقوا حد داخل يعني يشتري علبة لبن اشرحوا له بتتعامل ازاي يعني ليه لأنه أحيانا بتبقى التعليمات مكتوبة على العلبة بخط يعني صغير وأحيانا أحيانا بيكون بعض الأمهات ما بيبقوش يعني ما بيعرفوش القراءة والكتابة فاشرحوا لهم انتوا قولوا لهم الرضعة دي بتتعامل ازاي زي ما كده في صيادلة يعني محترمين ومحترمات جدا جدا بيكتبوا على العلب بتاعت الأدوية ده ياخدوا الرشدة كده بتاعت الدكتور ويكتب لك على الدواء الدواء ده بيتاخد قبل الأكل ولا بعد الأكل كم مرة في اليوم وهكذا كملوا بقى جملكو لما حد يشتري علبة لبن في أي منطقة يعني اشرحوا للأم أو للأب أو يعني اللي بيشتري العلبة دي اللبن ده بيستخدم ازاي تمام طبعا برضو من الحاجات المهمة قوي للعلاج اعطاء الميا بين الرضعات زي ما قلنا وقلنا ان احنا ممكن نبدأ الحكاية دي من الشهر التالت وبعد الرضعات يعني بنبدأ من 1 ل 2 ملي لتر بس حكاية ان احنا ندي للطفل من 1 ل 2 ملي لتر كده خلاص بيساعد الطفل جدا على تجنب الامساك طبعا بنعمل الحكاية دي بسرنجة فاضية من غير السن طبعا بالمناسبة الكراوية عارفين الكراوية مش دايما يقولوا الأطفال لما بيباع عندهم ما ستدلهم كراوية الكراوية تحديدا بتساعد في علاج الامساك اذا حصل في العمر ده اللي هو الصغير بس ما نحطش عليها عسل ولا سكر نديها زي ما هي كده بس برضو مش نديها عمال على بطار يعني الكراوية من الحاجات اللي بتساعد على تجنب الامساك على فكرة الرضاعة الطبيعية عادة ما بيحصلش معها امساك خلاص الا في حالات ندرة قوية لو الأم مثلا بتاكل فأكلها هي محتوى كبير من الدهون او من التوابل وتحديدا البصل والتوم تمام او لو كانت الام نفسها بتاخد حديد وهكذا يا ومرة تانية هقول وارد ان النوع اللبن الصناعي لو في حالة تعزو الرضاعة الطبيعية يعني اللي قرره الطبيب لطفلك انه يعمل امساك مش اخر الدنيا في الحالة دي لازم يتغير هذا النوع عن طريق الطبيب برضو لنوع اخر والانواع كتير قوي خلاص يبقى احنا كده بنتكلم عن العلاج الخاص بعلاج حالات الامساك وتكلمنا عن كل مرحلة طمناك وهو قلنالكو انه في اليوم الاول والتاني من بعد الولادة عادة الامساك بما بيبقاش موجود لان الطفل بيعمل برز من نفسه لكن اذا حصل وتأخر اليوم التالت نرجع للطبيب لان الطبيب نفسه لازم يفحص هنا فتحة الشرج عند الطفل وهو وخلوا لكم هو اللي هيقوم بالاجراء الطبي هتفهموا قصدي في اخر الحلقة هقول لكم ليه انا قلت كده هو الطبيب اللي هيقوم بالاجراء الطبي للطفل في الحالة اللي زي دي تمام وقلنا انه في الست شهور الاوائل الرضاعة الطبيعية بنعمل معها ايه ورضاعة الصناعية بنعمل معها ايه قلنا ان الرضاعة الطبيعية لازم نتأكد من كفاية لبن الرضاعة الام تتجنب الحاجات الممسكة او الحاجات اللي بتسبب هي الامساك الحاجات اللي هتعملك امساك هتعمل للطفل امساك تمام كده وعلى رأس الحاجات دي زيادة المحتوى من الدهون في غذاء الام او التوابل وتحديدا البصل والتوم او انه الام ما تكونش نفسها هي بتشرب مية فيزيد محتوى برضو الدهون والبروتينات في اللبن واخيرا انه لازم ندي للطفل قطرات من المية في صورة واحد لاثنين مليليتر بعد كل رضعة بداية من الشهر التالت ده من افضل الحاجات لتجنب الامساك في المرحلة الاولى دي طيب ماذا عن الفترة اللي بعد كده بعد بقى ست شهور بعد ست شهور اللي بيحصل بنبتدي بقى بجانب الرضعة بنبتدي ندخل الاكل الخارجي يا ترى بقى ده هنتعامل معه ازاي نتجنب الامساك ازاي وزا حصل برضو بنعمل ايه وهكذا هنطلع دلوقتي لفاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم طرق الوقاية والعلاج من الامساك وكمان هنتكلم عن حاجة مهمة اوي وهي الاخطاء الشائعة في الموضوع ده يحكى انه مازال متواصل خليكم معنا ورجعنا لحضراتكم في القسم الثالث والاخير من حلقة النهاردة في يحكى انه واللي خصصناها بالكامل في الحديث عن موضوع مهم جدا جدا وهو موضوع الامساك كلمنا عن يعني تعريف الامساك وتفسيره واسبابه وقلنا ازاي نتعامل معاه بحسب المراحل العمرية هنكمل بقى دلوقتي مع حضراتكم طرق الوقاية والعلاج من الامساك بس انا عايزة نبه حضراتكم لان كل المحتوى اللي احنا بنقوله اللي انا بقوله دلوقتي ولا هقوله بعد كده ان شاء الله موجود على وسائل التواصل ارجعوا ليه في اي وقت وفي ميزة ان الحلقات بتكون موجودة كاملة او بتكون موجودة اقسام وكل قسم بيكون لها عنوان فارجعوا لها لان الموضوع ده موضوع مهم جدا زي والله بقية الموضوعات السابقة حاجات مهمة ان احنا لازم نبعارفينها علشان نتجنب لقدر الله حدوث مشاكل لاطفال طيب ما بين عمر ست شهور وسنة الطفل خلاص بيبتدي ان هو دخلنا له بقى الاكل الخارجي بجانب الرضاعة مبدئيا كده لازم نتجنب تقديم اللبن الحليب للطفل اللي هو اللبن العادي وقلنا في حلقات سابقة اضرار الموضوع ده قبل عمر سنة انا قلت قبل كده الحكاية دي انا ليه بقول او بكرر ان احنا نتجنب ان احنا ندي اللبن الحليب للاطفال في العمر ده اقول لكم ليه لان بعض الامهات والجدات دي من الاخطاء الشائع على فكر بيفتكروا ان تقديم بعض اللبن الحليب للطفل هيكون وسيلة علاج من الامساك وده زي ما قلت خطأ شائع وتصرف غير سليم خلاص الحكاية دي جماعة حكاية مهمة جدا لان اضرار هنا اللبن الحليب اكتر يعني فيه ناس كده تقولك انا لما بشرب لبن بطني بتمشي ماشي بس الحكاية دي ما بتبقاش عند الاطفال اولا لان طفل بيكون متعود على موضوع اللبن بس اضرار اللبن اللي هو الحليب البقري ده غلط جدا فاحنا ندي للطفل اللبن عادي بس مش كعلاج للامساك بيشرب اللبن وانا قلت قبل كده كتير جدا ان اللبن هنا بنتعامل معاك كمادة غزائية يعني زيه زي البطاطس وزي الكوسة لا بديل لردعة ولا ان احنا ايه نستخدمه كعلاج ولا حاجة الاهتمام بتقديم الميا للطفل بين الردعات شوفوا انا عمال اقولها كم مرة شيء مهم جدا لعدم حدوث الامساك كمان ممكن في حالة بقى لو فيه يعني ايه بوادر كده الامساك شوية او حسينة ممكن نقدم كمية بسيطة من عصير البرتقان على فكرة برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن ان احنا نديها للطفل في العمر ده بعض الاغذية مثلا زي الجبنة القريش ممكن نحط عليها قطرات كده من زيت الزتون زيت الزتون كويس جدا لعلاج الامساك كمان فيه اغذية تانية ملينة يعني هي اغذية لما بناكلها مايحصلناش امساك زي ايه زي الكوسة والجزر والاراسيا والخوخ والمشم الاراسيا انا وقفت عن الاراسيا الاراسيا اهم حاجة في تجنب الامساك اللي عايز بقى مايجيلوش امساك خالص ياكل اراسيا ياكلها كده على طول او ينقعها يشرب المياه الاول وبعدين ياكلها وهكذا كلهم طبعا بالنسبة الاطفال انا هنا بتكلم عالكبار بالنسبة الاطفال كل اللي انا قلته ده بتبقى الحاجات دي مسلوقة ومهروسة بعد عمر سنة لازم نضيف في غذاء الطفل احنا بنزود ما بنحزفش يعني كل اللي فده معانا بعد سنة بقى بنزود بنزود بقى الخضروات الغنية بالالياف زي ايه زي البسلة والفاصوليا والبروكلي ومرة تانية بكرر ان اضافة زيت الزتون على اي اكل ينفع عليه يعني ينفع انه تحط عليه زيت زتون هيبقى حاجة كويسة جدا جدا يعني في كل الاعمار من اول سنة واحنا طلعين في الاعمار الكبيرة برضو الاطفال الكبار لازم مهمة اوي انهم ياكلوا الحبوب الكاملة والحبوب الكاملة دي موجودة في الخبز يعني الخبز بشكل عام مهم لان فيه الياف تمام بس تحديدا بقى الخبز اللي فيه الحبوب الكاملة بتكون حاجة كويسة جدا انها تكون في غزاء الطفل طبعا ده غير اللي فات كله يعني اللي فات كله بيكون معنا ومرة تانية شرب كميات كبيرة من الميا افضل طرق الوقاية بالمناسبة من اهم خطوات الوقاية من الامساج برضو ان الام والاب يكونوا مركزين انا قلت اقول ام والاب مقولش الام بس الام والاب يكونوا مركزين وعارفين المواعيد العادية اللي اطفالهم بيعملوا فيها براز انا بتكلمين عن اطفال الصغارين ويكونوا عارفين حجم البراز ده ودرجة تماسكه فيه ناس استغربت دلوقتي من اللي انا بقوله اللي انا بقوله ده مهم جدا علشان ملاحظة الامساج اول لما يحصل يعني اول بيحصل الامساج فتلاقي الام تقول لزوجها تقول لزوجها خلي بالك ده هو الحجم كبير شوية او ده الحجم قليل او ده ما عملش مبارك وهكذا التنبه لعدم يعني للمشكلة دي من بدري بيخلي فيه تجنب لتفاقم المشكلة طبعا فيه ناس ممكن تقول ايه هو ايه ده ايه الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه ده مع بعض على فكرة ده ده لب الامومة والابوة يعني الكلام في التفاصيل دي والسبب بقى الحقيقة ان انا بقول الملاحظة دي بالتحديد دلوقتي فيه سبب ان بعض الامهات وتحديدا من الجيل الجديد مش هم اللي بيغيروا الاطفالهم ايوة بيسيبوا المهمة دي لما يكون عندهم يعني حد عندهم بيشتغل عندهم زي مثلا عاملة منزل او دادة حتى للطفل او ما الى ذلك وانا عارف ان فيه ناس كتيرة ممكن تكون مستغربة اللي انا بقوله دلوقتي بس ده بيحصل وفيه ناس كتيرة برضو عارفة انه بيحصل على نطاق واسع كمان وبقينا نسمع في البيوت دي جملة الام اللي بتقولي للعاملة اللي عندها شوفيه بقى كده اذا كان عمل خديه غيري له مش بتسمعه الجملة دي احيانا او يعني فيه ناس ممكن تقولها الحكاية دي على فكرة ممكن تحصل في البيت او خارج البيت وطبعا فيه احوال ندرة جدا انا مش هقول يعني استحالة بس فيه احوال ندرة جدا ان العاملة تقول للام ان فيه تغير في شكل البراس وانا هنا الحقيقة عايز اوجه كلمة للامهات الجدد بخصوص النقطة دي وخصوص نقطة مثلا اعداد طعام الطفل انك تعملي اكل ابنك انتي اللي توقفي كده وتعمليه وتشوفي كده وتفكري ايه الحاجات اللي ممكن تبقى حلوة مع بعض انك مثلا ممكن تعملي مثلا طمر هتحطي عليه شوية شفان هتحطي عليه ممكن شوية مية او شوية حليب لبن صغرين وتضربيهم مع بعض وتقدميهم له الطفل تبتكري كده حاجات حلوة خلاص الامومة يا جماعة يعني فيه ناس فاكرة يعني امهات يعني انا 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 بتكلم يعني مش عارف في النطاق قد ايه بس دول موجودين كتير او فاكرين ان دورهم دور الام انهم يعودوا يلعبوا بس مع الطفل او يتصوروا معاه او حتى لما نخرج كده نخرج لابسين زي بعض وعملين يعني الوان شبه بعض الامومة يعني دي حاجات حلوة بس دي فوق البيع يعني دي لو ما حصلتش مش مشكلة انما انت لازم تبقى عارفة ادق التفاصيل عن حياة ابني وانا قلت كمان الطفلة او طفلة يعني وانا قلت كمان الام والاب انكم تبقوا عارفين كل التفاصيل دي ما تسيبوش حاجات دقيقة كده ومهمة كده يعني انا اعرف انا انا يعني اعرف ناس كانوا لما يجوا يغيروا اللي يدوم يقولوا لا اصلاح انا ما بغيرش ده ماما اللي بتغيرله يعني ماما بقى يعني كويس اني جات في الجدة المرة دي يعني ليه اصلاح انا ما حبش اصلاح انا بقى مفيش حاجة اسمها كده ده انتي ده انتي الام اللي انتي بتعملي كل حاجة زي انتي المسؤولة عن رعاية هذا الملاك بكل ما يتعلق بحياته كلها مش بالغياره بس ده الغيار والاكل والشرب والنم والطبطبة والحمى واللبس كل حاجة كل حاجة تمام انا بس يعني ايه نقطة دي يعني عشان برضو الناس تخلي بالها يعني من طرق الوقاية المهمة برضو تعويض الطفل على الجلوس على التوالد يعني ان الطفل يدخل الحمام وطبعا ده بيبقى في الاطفال اكبر الحكاية دي بتحصل لو عملناها بشكل روتيني بعد الفطار مثلا الصبح وقبل النوم طبعا انا هنا بكرر ان انا باتكلم على الاطفال اللي اتموا عملية التدريب خلاص على مهرة التحكم في التبرز والتبول يعني بعد عمر ثلاث سنوات ونصف طيب دلوقتي عايزة نبه برضو حضراتكم بقى لبعض الاخطاء الشائعة في التعامل مع حلات الامساك وعلى مدار الحلقة اتكلمنا عن بعضها زي مثلا زي ما قلنا استخدام اللبن البقري في علاج الامساك وقلنا ان ده غلط والضغط على الطفل في عمر قبل سنتين لتعلم مهرة التحكم الإرادي في التبول والتبرز وقلنا برضو ان ده غلط والحيان ان الضغط على الطفل في تعلم المهرة دي غلط حتى بعد عمر السنتين لان دي مهرة بتاخد وقتها يعني تمام وقلنا كمان ان من الاخطاء الشائعة عدم تشجيع الطفل على التبرز بشكل منتظم خصوصا الاطفال اللي تمسك نفسها الفترات طويلة قلنا كمان انا بفكركم باللي قلناه من الاخطاء الشائعة قلنا كمان ان من الاخطاء الشائعة جدا في التعامل مع حلات الامساك عدم تشجيع الطفل على شرب المية وتقديم الالبان ومنتجاتها خالية الدسم للطفل برضو كل ده غلط وعدم الاهتمام بالمحتوى الغذائي للطفل انه يكون غني بالالياف الطبيعي كل اللي انا قلته ده قلناه طيب اخيرا برضو قلنا اعطاء الطفل الحديد بدون مشهورة طبية غلط وزي ما قلت فيه ناس فكرة ان الحديد وكالسيوم ده مقدس لا كل حاجة لها هدف ولها سبب ولها مشهورة طبية ما تديش حاجة لطفلك فيتامين او غيره من غير ما ترجع للدكتور هنكمل بعد الوقت مع حضراتكم باقي الاخطاء الشائعة وعلى رأس هذه الاخطاء الشائعة الافراط في استخدام لبوس الجلسرين خلينا نتفق ان لبوس الجلسرين مركب دوائي بيستخدم في علاج الامساك لكن بشرطين الشرط الاول انه يكون بعد مشهورة طبية يعني الدكتور ايلك تستخدميه وتستخدميه امتى وكم مرة الشرط التاني هو عدم التعود على استخدامه ومرة جديدة هقول لحضراتكم ان اضرار الافراط في استخدام لبوس الجلسرين هقولكو ايه هي ان اولا بيعود الطفل على الاخراج بوسيلة يعني بوسيلة مساعدة وده شيء خطر جدا لان التبرز آلية طبيعية لا تحتاج لمساعدة الخطر التاني لبوس الجلسرين افراط استخدامه يعني او فرط استخدامه انه ممكن تكرار او فرط استخدامه يعني من رد فعل عكسي في صورة اسهال اما الخطر التالت وده خطر كبير جدا انه ممكن مع فرط استخدامه فترات طويلة يضعف العضلات المسؤولة عن التحكم بكرر ما فيش مشكلة في استخدام لبوس الجلسرين لكن باعتدال جدا وفقط في الضرورة القصوى واكيد باشراف طبي وفي نفس السياق فبرده من الاخطاء بقى الشائعة استخدام الملينات بدون اشراف طبي وده برضه غلط جدا اولا لان الملينات انواع مختلفة منها الزيوت ومنها اللي في صورة اعشاب ومنها اللي في صورة اقماع اللي هي اللبوس ومنها الشراب كل حاجة من دول لها استخدام بطريقة مختلفة وبجرعات مختلفة وبحسب المرحلة العمرية سواء للاطفال او حتى للكبار انا بتكلم على الفكرة كمان للكبار تلوقتي ده اول سبب ثانيا الملينات ممكن تستخدم فقط يعني ممكن تستخدم فقط لافراغ المستقيم في احوال محددة او ممكن تستخدم كعلاج لفترات مختلفة ده كله مش بيتحدد غير بالكشف الطبي بمناسبة الملينات عايز اقول بعض النصيح السريعة برضه عن الملينات لكن مرة دي بقى للكبار مش للاطفال النصيحة الاولى ان الملينات يفضل انها تتخذ بالليل قبل النوم تحديدا وده اللي انها بتشتغل بعد فترة من 8 ل 12 ساعة خلاص النصيحة التانية انه مش المفروض يتاخد اي دوة تاني بعد الملين اي دوة لمدة ساعة يعني لو حد بياخد دوة ضغط لو حد بياخد دوة سكر خلاص وخد ملين لازم يكون فيه فترة كده بينية ساعة دي نصيحة مهمة اوه النصيحة التالتة ان فيه احد انواع الملينات نوع مشهور قوي كياس كده وبيتسفج يعني بيتحط في البق ما بيتمضغش ولا حاجة يعني يتشرب عليه مية تمام بياخذ كده عن طريق الفم ده لازم نشرب عليك المية كبيرة من المية يعني ده خلي بالكو هو ما بيشتغلش غير كده لازم نشرب مية كتير وما بيتمضغش ولا حاجة خلاص ده يعني كانت نصيح كده على المشي الملينات بنسبة للكبار نرجع تاني للاخطاء الشائعة في التعامل مع حلات الامساك والخطأ اللي هنتكلم عنه دلوقتي ده خطأ بقى جسيم جدا هو ان بعض الامهات بيدخلوا شيء مدبب في فتحة شرج الطفل خلاص زي الترمومتر مثلا او حتى فيه ناس يعملوا ارتاس ورقي ده خطأ كبير جدا وخطر جدا يدهنوا كده زيت او يجيبوا الترمومتر يدهنوا زيت ويدخلوا في فتحة الشرج على اساس ان الفعل ده هيسهل عملية الاخراج التصرف ده جماعة غلط جدا 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 وبيكون فيه خطورة كبيرة قوي لاحداث جرح في فتحة الشرج او في الغشاء المخاطي المحيط بفتحة الشرج ارجوكم خلوا بالكم وبلاش التصرف الخطير ده اما اخر الاخطاء الشائعة فهو تقديم المياه الغازية للاطفال في حالات الامساك وبرضو ده تصرف خاطئ لان المياه الغازية فيه ناس فكرة كده يقولك عنده امساك ادوله شوية مش عارف ايه انواع بقى المياه الغازية المياه الغازية لا تعالج الامساك بالعكس هي بتسبب الانتفاخ والتقلصات يعني احنا بنزود المشكلة بقى الطفل عنده امساك نزود له احنا بقى تقلصات وانتفاخ وبتزود الالم المصاحب في حالات الامساك تمام حلقة النهاردة اتكلمنا فيها عن الامساك بكل ما يتعلق به كل ما يجب معرفته عن الامساك طيب فيه حاجات اكيد ممكن تكون فاتت مننا طيب هنعرف ازاي هنعرف من خلال تعليقات حضراتكم من خلال الاسئلة ممكن تسألونا خلاص وان شاء الله يعني انا حاولت بقدر المستطاع ان انا خصصت حلقة بالكامل عن الامساك وكل ما يتعلق به لكن في حال كان حد عنده سؤال خاص بهذا الامر ارجوكم تواصلوا معنا ابعتولنا على وسائل التواصل ومرة تانية الاسئلة احنا بنخصص لها الحلقة الاخيرة من كل شهر وممكن تبعتولنا الاسئلة مكتوبة او مسموعة او مرئية يعني ممكن تصوروا نفسكم فيديو كده وتبعتوه بس يكون اقل من دقيقتين كل المحتوى بتاع الحلقة موجود على وسائل التواصل والحلقات السابقة كمان وارجو ان تكون الحلقة النهاردة كانت مفيدة لحضراتكم ان شاء الله اشوفكم على خير الاسبوع القادم وحلقة جديدة من يحكى ان تحية